استقلالية القضاء تنص عليها المواثيق والعهود الدولية وتنص عليها الاتفاقيات وينص عليها دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية ولكنها في الواقع يعترضها كثير من المحوقات معوقات مادية ومعوقات معنوية هناك استقلال السلطة القضائية وهناك استقلال القاضي أيضا السلطة القضائية ينص الدستور في مادته 89 على أنها مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقاضي أيضا تنص المادة 90 على أنه لا يخضع إلا للقانون إذن يفترض أنه مستقل لكن هذا الاستقلال في الحقيقة يحتاج إلى أمور كثيرة منها جانب مادي ومنها جانب معنوي الجانب المعنوي موريتانيا فيها كثير من الضغوط ضغوط على الشخص ضغوط من أهله ضغوط من الجهات العليا تدخل إذن الاستقلال صعب لكن هذا الموضوع ممكن إلى القاضي وإلى شخصية القاضي وإلى وكذلك نذمن كون سيد رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني قال بأنه لن يتدخل في القضاء وقال بأن القضاء مستقل إذن هذا الجانب المعنوي لكن الجانب المادي أيضا ضروري القاضي فعلا أنه لا يخضع إلا للقانون المادة تسعين تكملتها أنه يا الله ينعطاله الظروف التي يمكن من خلالها أن يحافظ على استقلاله ونزاهته القاضي في الشريعة الإسلامية يندب يستحب أن يكون غنيا يختار القضاء من بين الأغنية في إطار الدولة الحديثة هذا شبه مستحيل لا يمكن أن نجعل منصب القضاء دولة بين الأغنية الحل شنه الحل وإن كان فقيرا أغناه الإمام يجب أن يتولى الإمام الذي هو رئيس الدولة الذي هو المجلس الأعلى للقضاء يتولى إغناء القاضي بحيث يتفرق هذا القاضي لعمله وبحيث يكون فعلا مستقل ذهنيا مستقل ماليا مستقل ماديا حتى يستطيع أن يكون مستقلا معنويا وحتى تستطيع قراراته وأحكامه أن تكون فعلا ذات مصداقية وأن يصدر القرارات والأحكام التي نريد له أن يصدرها رواتب القضاء زهيدة جدا مقارنة بالعالم ومقارنة ببعض الإدارات كانت طبعا من الغريب جدا أن القضاء لم يستفيدوا من أي زيادة في الراتب منذ العام 2008 تخيل زيادات 2009 ما حضروا فيها زيادات 2011 2014 حتى علاوة التأطير التي منحت لجميع الموظفين الذين يستحقونها بمواصفات وشروط معينة وتنطبق طبعا على القضاء منحت لهم 2018 ومنحت لبعضهم 2019 في ظل النظام الحالي وحرم منها القضاء على كل حال الاستقلال كلمة كبيرة تحتاج فعلا إلى شروط موضوعية تحتاج كذلك إلى أدوات مادية تحتاج إلى أمور كثيرة والاستقلال من أصعب ما يكون وهو حقيقة ما نواجهه في موريتانيا من الصعب جدا أن يكون القاضي مستقلا القضاء لم يستفيدوا من علاوة خاصة القضاء استفادوا من علاوة تسمى علاوة الحكم وهذا خلط موجود عند السلطة العلياء وقد حدثني عنه شخصيا وزير المالية لأنه يرى أن علاوة الحكم هي نفسها علاوة الأعمال الخاصة وهذا الأمر ليس كذلك علاوة الحكم جاءت أصلا عندما جاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ولأنه يسمى المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية فإن العدالة جانب العدالة فيه لقي اهتماما لدى الممولين والشركاء الدوليين وعقدت ورشات حول الموضوع وكذا وتقرر أن يمنح للقاضي مبلغ مالي يستحق القاضي طبعا ليس كغيره للأسف الشديد السلطة العليا الوزير المالية ووزراء ووزير الأول الحكومة وربما أوصلوا ذلك أيضا إلى الرئيس ينظرون إلى القاضي كأنه موظف نعم هو موظف لكن القاضي هذه سلطة القاضي ليس كغيره القاضي لا يمكن أن يتربح أهلا وسهلا نعم نريد زيادة الأطباء نريد زيادة المعلمين على راسنا المعلمين تاج روسنا وبلد لا يهتم بمعلميه وأساتذته لا يمكن أن يكون راقيا ولا يكون متطورا لكن هذه المناصب أهلها يستطيعون أن يفتحوا مؤسسات أخرى يستطيع الأستاذ أن يدرس في أكثر من جامعة أو أكثر من مؤسسة حرة يستطيع الطبيب أن يفتح عيادة خاصة القاضي لا يمكن أن يفتح مكتب الاستشارات القضائية والقانونية محظور عليه أن يتربح حتى يتقاعد إذن المقارنة في غير محلها هذا بالنسبة للموظف والموظف أما المقارنة بين السلطات القضاء سلطة والسلطة ينبغي أن تقارن بسلطة أخرى امتيازات السلطة التنفيذية امتيازات الحكومة امتيازات النواب هذه المقارنة هي التي ينبغي أن نرجع الموضوع العلاوة أربعمائة التي تحدثتم عنها أصلا كان مفروض أن تكون ثمانمائة الاتحاد الأوروبي قال بأن القضاء لكي يكون مستقلا ولكي يجلب الاستثمار إلى البلد لا بد أن يكون القاضي في ظروف مريحة وهذا عادي هذا الذي تنص عليه المعاهدات والاتفاقيات مونتريال مثلا مادة 21 منها الفقرباء تنص على معاشات القضاء ورواتبهم رواتبهم ما داموا في مناصبهم ومعاشاتهم بعد التقاعد يجب أن تخضع لمراجعة دورية للأسعار ويجب أن تكون مناسبة ويجب أن يوضع القضاء في ظروف مادية مناسبة جاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في موريتانيا واشترط عليه الموولون وشركاء أن تكون رواتب القضاء أن يكون القضاء في وضعية مادية مريحة فحينئذ تقرر أو اقترح الممولون أن تكون العلاوة وعلاوة الحكم ثمانمائة ألف وبعد مد وشذر رحم الله وسيد الشيخ عبدالله بعد المجلس منحت أربعة أربعمائة ألف على أن تمنح أربعمائة بعد ذلك ونحن الآن في العام الفين على أعتاب العام الفين وواحد وعشرين وما زالت تلك الأربعمائة في الهواء ولا نتحدث عنها نتحدث الآن عن علاوة لطبيعة العمل ولكي أميز لكم الفرق بين علاوة الحكم وعلاوة طبيعة العمل الحكم علاوة الحكم هي طبيعة الوظيفة نفسها بينما التأطير أو علاوة الإطار أو علاوة طبيعة العمل أو سميها ما شئ تتعلق بطبيعة هذا العمل مثلا عندما يكون عندك ضغط في العمل عندما تشتغل ساعات إضافية عندما تشتغل هذه طبيعة عملك تقتضي طبيعة عملك تقتضي أن تكون لديك علاوة خاصة هذه العلاوة مزجة لا أقول وزير المالية لأن علي سيد وزير المالية إنما تأتيه تقارير وإنما يأتيه خبراء يقولون له ذلك فظن أن علاوة الحكم هي نفسها علاوة التأطير والأمر أن كل واحدة منهما مختلفة عن الأخرى تماما بالنسبة لتوصيات المجلس تنفذها الحكومة والتوصيات التي تحدثنا عن أنها لم تنفذ حتى الآن أهمها مراجعة النظام الأساسي للقضاء النظام الأساسي الساري المفعول سيء جدا ولا بد من مراجعته وقد عقد النادي لقاءات لنخبة من القضاء تشاوروا وأخرجوا نسخة ممتازة وبعد ذلك أيضا اتصل من الوزير وزير العدل السابق وعقد أيضا جلسة وشكل لجنة وكان النادي عضوا فيها واتفقنا على نص معين لسنا راضين عنه تماما ولكن على الأقل تجنب كثيرا من الأخطاء الموجودة في النص الحالي النص الحالي فيه نصوص فيه مواد تتعارض مع الدستور تتعارض مع الدستور لا أقول قانون آخر ولا أقول وسيء جدا ولذلك لا بد من مراجعته وحتى عندما سنحت الفرصة لمراجعته لا لأن المجلس الأعلى للقضاء أوصى بذلك بل لأن قانون الوظيفة العمومية تغير وأصبحت سن التقاعد تغيرت أصبحت 60 سنة فصار لزاما على النظام الأساسي أيضا أن يتغير لواكبها ما نريده هو تطبيق توصيات المجلس الأعلى للقضاء بمراجعة النظام الأساسي عموما وخصوصا ما يتعلق منه بتقاعد سن تقاعد القضاء سن تقاعد القضاء توصية من توصيات المجلس قبل أن يتغير قانون الوظيفة العمومية إذن القضاء لا ينبغي أن يكونوا مثل الآخرين فيما يتعلق بالسن لأنهم يكتتبون بعد سن 25 ليسوا كالوظيفة العمومية التي تكتتب بعد 18 كما أن القاضي لا يكتتبون قبل سن 25 ويكتتبون إلى سن 45 فأن تأتي بشخص وتوظفه ثم لا يعمل إلا 15 عاما هذا في الحقيقة ما كنا نريده وكذلك أيضا سن التقاعد بالنسبة لدول الجوار وشبه المنطقة ليست 60 سنة إذن التوصية الأولى هي النظام الأساسي ونريده وكذلك مراجعة معاشات القضاء نص عليها المجلس ولم تراجع إلا في إطار مراجعة معاشات الناس كاف فكأنما لكي يمنح القضاء شيئا لا بد أن يمنح ذلك لجميع الناس نحن نريد أن تمنح العلاوات وتحسن وضعية جميع الموظفين وهذا يشرفنا وهذا ينفعنا وهذا ما نريده لكن أيضا القضاء يجب أن يلتفت إليهم بلفتة غير هذه وتعامل معهم بطريقة غير هذه الطريقة التي يتعامل معهم بها الآن عندك أيضا نص توصيات المجلس على الحماية الأمنية للمحاكم وللقضاء كان أيضا لا بد أن يكون هناك حرس أو شرطة عند كل قاضي وهذا الموضوع أيضا كذلك السيارات لم تمنح كذلك الإعفاء الجمركي لم يمنح للقضاء كذلك دعم التخصص بالنسبة للقضاء استصلاح القطع الأرضية طبعا لا ننسى أن هناك توصيات وقرارات أنجزت ونثمن ذلك كثيرا وأنتهز هذه الفرصة لأقول أن المجلس الماضي كان مجلس ممتاز ولذلك نشكر السيد رئيس المجلس على القضاء رئيس الجمهورية نشكره على المجلس الماضي كان مجلس ممتاز لم تحدث فيه تحويلات تعسفية بالعكس قيل أوقف التحويلات حتى تكون بناء على معايير موضوعية وبهذه المناسبة ننتهز الفرصة أيضا لنقول للمجلس في دورته المرتقبة بعد يومين أن يراعي ذلك وأن تكون التحويلات موضوعية وأن تكون شفافة وأن لا يحول قاضي إلا وفقا للقانون كذلك نثمن ما حدث من تصحيح للوضعية التي حدثت في إطار النظام السابق ومن ترقية استثنائية منحت لعدد من القضاءات الأكارم على غير معيار موضوعي وأحدثت حساسية بين القضاءات نثمن ما صدر في المجلس الماضي من تصحيح لهذه الوضعية كذلك نثمن ما حدث من فتح للرتب بحيث أصبح القاضي يستطيع أن يترقها تلقائيا ليست هناك أمامه أي حواجز كما كانت في السابق هذه أمور حقيقة تذكر فتشكر لكن معظم التوصيات سبع توصيات حتى الآن وقرارات لم تنفذ من ذلك على كل حال الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ هذا بالنسبة للجانب الأمني توفير الأمن أوصل مجلس وزير العدل كلف المجلس وزير العدل بأن ينظر في الموضوع مع وزير الداخلية بالنسبة للإستصلاح الترابي تابع وزارة الإسكان بالنسبة للإعفاء الجمرك تابع الوزارة المالية وإدارة الجمارك وكذلك الحكومة بشكل عام هي المسؤولة وقد حملناها في بياننا السابق ليس البيان الحالي وإنما البيان السابق حملناها الحكومة السابقة والحكومة الحالية حملناهما المسؤولية عن التلكؤ في تنفيذ تلك التوصيات هذا في الحقيقة يثير الشجن ظروف المحاكم في الداخل وظروف القضاة في الداخل ظروف سيئة جدا المحاكم في الداخل عبارة عن بيوت مستأجرة باستثناء مقاطعة الطينطان التي تسبب أحد القضاة في بنائها أيضا باستثناءها جميع المحاكم المقاطعات مستأجرة ظروفهم صعبة الإدارة المحلية تبنى لها مساكن مناسبة تبنى لها مقرات مساكن للمسؤولين للحاكم والوالي ومقرات مناسبة للإدارة كذلك بينما المحاكم يقال لهم استأجروا أي مكان والقاضي إذا حول أيضا يحتاج إلى أن يذهب يطوف ليستأجر منزلا الوضعية هناك صعبة جدا ولكن أعتقد أنها في إطارها للحل حسب ما أخبرني معالي سيد وزير العدل بأنهم بصدد بحث هذا الموضوع وبصدد بناء مقرات إن شاء الله نرجو أن تكون المشكلة حتى نواكشوت ولاية نواكشوت الجنوبية ولاية نواكشوت الشمالية كلاهما تستأجر مقرا بينما المجالس الجهوية التي انشئت مؤخرا بدأت مقراتها تبنى وهذا هو الأصل هذا هو الصح فما بالك الدولة منذ الحمد لله ستين سنة وتجد المحاكم في المقاطعات المحكمة منذ ستين سنة وهي تستأجر هذا في الحقيقة موضوع يندى له الجبين ونرجو أن يتلافى ومتأكدون من أنه سوف يتلافى بإذن الله على كل حال ما نعرف يا كاننا متوافقين على ذلك الخدمات القضائية ما نعرف عنكم علاش فيها على كل حال القضاءات في الداخل يعملون في ظروف صعبة كما قلت لكم الواحد منهم يعي يحول في ديسمبر في ديجمبر يحول كان في نواكشوت أو كان في نواكشوت أو كان في أي مكان مهم عائلته وأولاده يدرسون يحول إلى مكان آخر وهذه أيضاً أنتهيز الفرصة فيها أرجو أن يكون المجلس يعقد المجلس دوراته دائماً في شهر سبعة أو شهر ثمانية تكون في العطلة القضائية وتكون أيضاً في العطلة المدرسية بحيث يستطيع القاضي أن يحول الأولاد إلى مدارس مناسبة المهم من القاضي في ظروفه الاجتماعية ظروف غير مناسبة غالباً غير مواتية ظروف هناك أيضاً السكن غير مناسب بالنسبة للقاضي بالنسبة للأحكام الناس أيضاً في الداخل فيه كثير من الجهل كثير من الناس لا يعرف حقوقه كثير من الناس أيضاً لا يستطيع أن يوكل محامياً فعلاً القضاء قرب من المواطنين تقريب العدالة من المواطنين تم لكن هناك ظروف أخرى وطبعاً المعيار أيضاً لا أظن أنه معيار سليم الربط بين القضاء وبين الإدارة بحيث تكون كل مقاطعة فيها محكمة لا أظن أنه سليم لأن بعض المقاطعات لا تحتاج إلى محاكم وبعض المقاطعات تحتاج إلى أكثر من محكمة الربط بينهما لا أظن أنه ومع ذلك على كل حال إن كنتوا فهمتوا السؤال أصلاً المهم أن الوضع في الداخل فعلاً أنه ليس كما ينبغي ليس على ما يرى هذا العدد لعله مبالغ فيه 150 قاضي وزير العدل السابق عندما قال ذلك في البرلمان كان لديه قانون مشروع قانون التنظيم القضائي يريد إعادة هيكلته ويريد إنشاء محاكم جديدة ويريد أيضاً تعيين عدة قضاة في محاكم المقاطعات ليس قاضياً واحداً ولذلك كان يحتاج إلى 150 قاضي نعم هناك نقص وهناك اختلال لكن أسبابه مختلفة طبعاً هناك وفيات هناك محاكم أنشئة جديدة لا أقول طرفاً ولكنها لا أظن أنها مناسبة أنا مكثث ثلاث سنوات في المحكمة الجنائية الجنوبية المتعلقة متخصصة بجرائم العبودية وعلى مدى ثلاث سنوات كنا ثلاثة قضاة لم نصدر إلا حكماً واحداً بينما هناك محاكم أخرى فيها ضغط عمل كالمحكمة التجارية مثلاً تجد فيها العمل القاضي يعمل عمل خمسة قضاة فهو قاضي النزاعات الصغيرة وهو القاضي المنتدب لصعوبة المؤسسات وهو القاضي الفرد وهو قاضي التهيئة وهو قاضي أيضاً في الجلسة الاستعجال التي تجلس أسبوعياً وهو قاضي في جلسات الأصل إذن هناك اختلال في هذا الموضوع وهناك سوء توزيع للقضاة وهناك محاكم أنشئة أرى أن عادة المحاكم الجنائية المتخصصة أو الخاصة عادة تنشأ لظرفية معينة ولها تاريخ ولها مدة معينة لا أتدخل في إنشائها قرار إنشائها قرار إداري أو قرار سياسي لكن أرى أنها يكفيها قاضي واحد وهو رئيس المحكمة ويمكن عند اللزوم أن يعين له مستشار بعض المحاكم أيضاً في الداخل طبعاً سألتموني كيف يعوضوا ذلك تعويض النقص عادة يكون بإحال بالإنابة أو النيابة الإنابة لا أدري نحيث اللغة لكننا نطلق عليها الإنابة القضائية على كل حال يكلف قاضي بأكثر من محكمة بحيث يكون رئيساً لمحكمة مقاطعتين أو ثلاث ويكون أيضاً رئيساً للمحكمة الجنائية ورئيس محكمة الولاية ورئيس الغرف كلها وهذه أيضاً نقطة أخرى حقيقةً رأى محاكمة الولايات يجب أن يعين فيها أكثر من قاضي لأن على الأقل الغرفة المدنية لا يمكن لرئيس محكمة الولاية أن يكون هو رئيس الغرفة المدنية وهو رئيس الغرفة الإدارية والتجارية وغرفة الأحداث وهو في نفسه رئيس المحكمة الجنائية هذه أمور كثيرة في الحقيقة بحاجة إلى مراجعة رأة تقرير النيابة مضى عليه ستة أشهر مضى عليه سنتان أعتقد ذلك التقرير على كل حال بالنسبة لتحرير الأحكام لا أبرئ نفسي ولا أبرئ القضاة ولكن أيضاً هناك ظروف صعبة كما قلت لك أنا شخصياً عندي أحكام متأخرة للأسف الشديد ثلاثة أحكام أو أربعة أحكام عندي متأخرة لكن كما قلت لك أنا قاضي في خمسة دوائر المفروض أن تكون فيها كل واحدة منها أن يكون فيها قاضي على كل حال بالنسبة لتحرير الأحكام عنده جانبان التحرير الأولي لا أظن أنه قاضياً ينطق في حكمه إلا وقد حرره عندما ينطق في الحكم التحرير جاهز لأن الحيثيات التي بنى عليها الحكم جاهزة قد تكون مسودة فالحكم تقريباً جاهز هذا ما أعرفه وإذا كان بعض الزملاء لا يحرروا أحكامه في الوقت فإنني أهيب بهم أن يحرروا أحكامهم وإذا كان هناك شخص متضرر من هذا أيضاً فلا مانع أن نادي بابه مفتوح أمام هذه القضايا وأظن أن القضايا الزملاء سيتعاونون معه في ذلك وهي فرصة أيضاً لنحثهم على أن يحرروا أحكامهم وبالمقابل نحث الإعلام أيضاً أن يتأكد مما يكتب بهذا الخصوص رشوة تختلف عن المحسوبية رشوة والعياذ بالله لا أظن أن مسلماً عنده ظلفة الآخرة ويعرف أنه لا يموت يقبل الرشوة لأنه ملاها ملعون لعن الله الراشية والمرتشية والرائش نعوذ بالله من الرشوة وإذا كانت فلا أظن أنها على مستوى يمكن أن يكون بذلك بالنسبة للمحسوبية للأسف الشديد المجتمع الموريتاني مجتمع فيه المحسوبية كثيراً والضغوط التي يتعرض لها القضايا كثيرة جداً والموريتاني أياً يكون يظن أن ولده أو أخاه أو قريبه بريء لا محالة ولا يمكن أن يسجن وحتى لو لم يكن بريءاً لا بد أن يخرج من السجن محسوبية موجودة والضغوط كثيرة لكنها على كل حال القضايا جانبهم منها ليس هو الجانب الأكبر نهيب بالمواطنين أن يتركوا القضاء يعدل شغلته ونهيب بالسلطات أن لا تتدخل في أعمال القضاء وقد وعد السيد رئيس الجمهورية أكثر من مرة بعدم التدخل ونهيب بهم عدم التدخل في ذلك إذن المحسوبية فعلاً للموريتانيين المحسوبية صعب جداً أنها تنقلع منهم لكن القضايا على كل حال فيهم مجموعات أعرفها وبحكم عملي في النادي أصبحت قريباً من معظم القضايا كنت أعرف مجموعة دفعتين تقريباً بهم أغلب القضايا أو أكثر من خمسين في المئة من القضايا يؤمنون بدولة القانون ويؤمنون بالعدل وبالنسبة على شيوخ القضايا وكبارهم منزهون مفروض أنهم عن هذا لأنهم مكبار في السن ولأنهم على قدر من المعرفة وقدر من العلم ويحكمهم الدين والضمير فأظن أن في الأمر مبالغة وإذا كانت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تختفي من قطاعنا ومن القضاء الموريتاني المجلس على القضاء هو هرم السلطة القضائية السلطة على كل حال مفهومها يختلف من بلد البلد ونحن النيابة فيه داخل فيها بينما بعض الدول يخرج منها النيابة نريد من المجلس على القضاء أن حقيقة يتخذ قرارات تكون تاريخية نريد فصلا للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية نريد تعديلا للنظام الأساسي للقضاء ما لم يعدل النظام الأساسي للقضاء فلا يمكن الحديث عن أي مزايا ولا عن أي فائدة للقضاء لأن القانون سيء جدا فلا بد من تعديله أول مطلب نريده أن يقر تعديل النظام الأساسي وتعديل النظام الأساسي يجب أن يتضمن أيضا تلك المسائل المتعلقة باستقلال القضاء فصل النيابة عنه النيابة الآن حالا تتبع المدعي العام لدى المحكمة العليا يتبع للوزير والوزير يمثل السلطة التنفيذية فالنيابة العامة خاضعة للوزارة ولذلك لا يمكن بحال من الأحوال الحديث عن استقلال هذا إذا اعتبرنا النيابة العامة من السلطة القضائية لكن إذا فصلت النيابة العامة عن السلطة القضائية فلا إشكاله المطلوب تعديل النظام الأساسي النظام الدستور ينص على تشكيلتين للمجلس العرارة للقضاء تشكيل واقفة وتشكيل جالسة وهذا غير موجود في القانون الذي هو قانون النظام الأساسي للقضاء كذلك نريد من المجلس أن يتبنى سياسة شفافة في تحويل القضاء وأن يكون ذلك التحويل بناء على طلبهم وإرادتهم وبناء على استراتيجية واضحة للأسف الشديد في بلدنا تغييب الاستراتيجيات إذا كانت لدينا محاكم ستنشأ أو كان لدينا جانب معين لدى تطويره وفينبغي تكوين أشخاص ليتقلدوا هذه المناصب كذلك التكوين المستمر لا بد منه القضاء بحاجة إلى تكوين وبدون تكوين مستمر لا يمكن أن نجد قاضيا ممتازا نطالب المجلس بإنشاء معهد قضائي يتكون فيه القضاء يتكون فيه القضاء الجدل ويتكون فيه القضاء الحاليون تكوينا مستمرا كذلك نطالب بإعادة القاضي النزيه محمد لمين كل النينين إلى عمله لأن القضاء بحاجة إليه وإلى خبراته ولأنه مظلوم فصل ظلما فنحن بحاجة إلى إعادته ونطالب بإعادته ونرجو أيضا أن يعاد لأن المجلس الماضي أقرر أو قرر إحالة الموضوع إلى المفتشية وأظن أنها أعدت تقريرا حول الموضوع نطالب بإعادته وكذلك نطالب المجلس بأن يصدر قرارا واضحا بصرف العلاوة التي هي مظلمة للقضاء يجب صرفها عام 2019 وعندما لم تصرف كان ينبغي أن تصرف في أكتوبر 2019 كما صرفت لزملائنا كذلك وهم يستحقون أكثر نريد كذلك علاوة الحكم وقد تحدثت في هذا مع المسؤولين علاوة الحكم لا أقل من أن ترجع إلى سابق عهدها 2008 بأن تكون 800 ألف والأولى أن تكون مليون و200 ألف بأن القاضي بحاجة إلى استقرار مالي واستقرار مادي والقاضي الذي يفكر في الجوانب المادية ويفكر في ديون البنك ويفكر في المطبخ والصائرة لا أعتقد أنه سيؤدي عمله على أحسن وجه والقضاء كما قلت ليس كغيره هذا حار ربما يكون حار جميع الموظفين لكن موظف دون موظف هناك موظف يستطيع أن يزاوي إلى أعمال أخرى بينما القاضي لا يمكن أن يزاوي إلى غير عمله هذا وإذا ظل الحال على ما هو عليه فأخشى أن نذهب جميعا ونمشو شوار نذهب ولا نحلو في الواياة آخرى لأن حقيقة دون الجانب المادي لا يمكن للقاضي أن يؤدي عمله بنزاهة وحياد وشرف ويؤدي هذه المهنة العظيمة التي هي العدل بين الناس في ظل ضغوط كثيرة وصعبة جدا والله المستحى